مساء الخير على حضراتكم حلقة جديدة من برنامج السادسة وخلاص يعني بيصلنا يمكن يومين على مباراة العودة الأهلي والوداد نص نهائي دوري أبطال أفريقيا النهاردة الأهلي بيدخل معسكر مغلق من أجل التجهيز طبعا والتحضير لمباراة الوداد وطبعا الجهاز الفني بيحاول أنه يجهز كل اللعيبة لمباراة الوداد اللي جاية وأكد الجهاز الطبي أن أفشا هيكون بإذن الله متواجد في المباراة مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا سارة ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي اللي بتتبعنا يوم جديد وحلقة جديدة والسادسة 48 ساعة زي ما بتقول سارة دقيقة جدا حاسمة جدا وبتفكرني الحقيقة باللحظات اللي الواحد بيبقى عنده فيها امتحان مهم أو داخل على انترفيو مهم في حالة تركيز شديدة جدا ولكن على العكس يعني أنا بفتكر كل اللحظات اللي الأهلي وصل فيها يعني نقطة حاسمة في مشوار بطولة وخصوصا لما تكون البطولة الأفريقية بيبقى بيسبق المطشاط دي حالة توتر حالة توجس حالة خوف ولعب أعتقد أنه في السيناريو السنة دي ده مش موجود إحنا الحمد لله متطمنين بس في نفس الوقت إن شاء الله مركزين وإذا كنا إحنا نفسنا مركزين فبالتأكيد اللعيبة والجهاز الفني في قمة التركيز هنتابع مع حضراتكم على مدار حلقة النهاردة آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة قبل النهاية إن شاء الله اللي بيفصلنا عنها 48 ساعة نبتدي حلقتنا مع حضراتكم ونبتدي بأهم العنوين الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الوداد موسيماني بيدرس مواجهة الوداد بنفس تشكيل مباراة الذهاب لجنة التخطيط بالأهلي بتجتمع مع موسيماني بعد مباراة الوداد تقرير صراع بين اتحاد وأهلي جدة للتعاقد مع أحمد حجازي تشيلسي يجاهز ألاجري لخلافة لامبرد تخل يكشف كواليس غريبة للخسارة أمام ألماني يونيتد برحب بحضراتكم مرة تانية يمكن كل يوم بتكلم وبقول أنا وأحمد إن البطولة لم تحسن بعد إنه لسه قدامنا مشوار طويل إنه لسه بدري قوي على إنه نحتفل أو نفرح طبعا حقنا إنه نفرح بالإيجابيات اللي شفناها في مباراة الذهاب ولكن خلاص وقت فرحتها خلص اللي جاي أهم جدا مباراة العودة يوم الجمعة على استادة القاهرة مهمة جدا واللي مطمنا الحقيقة إنه ده كلام موسيماني ده كلام المدير الفني وإن اللعيبة كلها مركزة وفهمة أهمية وصعوبة المباراة اللي جاية ولما بقول صعوبة أنا مش بصعب الدنيا علينا ولا على نفسنا ولكن لسه لسه كرة في الملعب لسه البطولة ما خلصتش إحنا بننافس فريق الوداد مش معنى إنه إحنا كسبناه على أرضه بهدفين نظفين إنه هو فريق سهل أو إن المباراة اللي جاية هتبقى أسهل لأ ده فريق عريق ودي تاريخ كبير قوي في الكرة الأفريقية فما ينفعش أبدا إن أنا استهين بي وأكتر حاجة غلط ممكن تحصل في الرياضة بشكل عام مش بس كرة القدم إن أنا أستهين أو أستهون بالخصم بتاعي سواء كان الوداد سواء كان الرجاء سواء كان الزمالك أنا دايما بقول إن البطولة دي عليها الزخم أكتر من أي مرة شفت فيها دوري أبطال أفريقيا الأربع فرق أقوية جدا إحنا بنتكلم على الأول والتاني في مصر تقريبا والأول والتاني في المغرب بطولة كبيرة والمنافسة كبيرة ولازم أبقى مركز قوي إن أنا لحد دلوقتي مخدتش البطولة أنا لما عدي المباراة اللي جاية بإذن الله على خير أنا لسه عندي مباراة نهائي وذي برضو مش هتكون أبدا مباراة سهلة سواء كان الخصم هو الرجاء أو الزمالك ولا إيه أحمد أنا أعتقد طبعا والتركيز كله أنا بصرف النظر عن الرجاء والزمالك وقصة التأجيل من عدم والحقيقة أنا هميني جدا التركيز في الخطوة اللي جاية وأعتقد إنه إحنا بنتكلم على فريق بدون مبالغة وبصرف النظر عن الشوت الأول إحنا خلصنا شوت وفضل شوت تاني الوداد يعتبر من أقوى فرق وأتقى الفرق القرى الأفريقية كلها مش بس المغرب ولكل جواد نكابوة زي ما بيقولوا يعني أنا بعتقد إنه اللي حصل فيه مباراة الزهاب كان ليه ظروف معينة حالة فواءان كبيرة جدا من أهلي يومنا كرة بتاعتنا فرقتنا فائقة النجوم بتوعنا الحقيقة كانوا في أحسن حالاتهم واللي زاد بشكل كبير جدا أو ساهم إنه السيناريو يطلع بالشكل ده هو الهدف المبكر اللي أحرزه نادي الأهلي واللي قاربك كل حسابات الوداد وخليه يطلع بره مود المطش ويكمل الأهلي الحقيقة لغاية نهاية المباراة تسيده كأداء وكنتيجة لكن هل ده معناه حسم التأهل؟ بالتأكيد لا وهل ده معناه إنه المطش اللي جايه سهل؟ لا بالتأكيد لا برضو الحقيقة فيه كتير جدا من الاعتبارات قلت لحضراتكم أولها الحافز والحافز واحد من أهم العوامل اللي بتأثر فيه كرة القدم أكبر الكبار مفيش نادي كبير سمي زي ما أنت عايز سمي زي باير ميونيخ سمي زي باشلونة سمي زي اليوفي سمي زي المان يونيتد أو الريال ما حققش نتيجة إيجابية في مباراة ذهاب أو اتطمن أنصاره أو اتطمن جماهيره ورجع أخفق فيه مباراة العودة وعندنا أمثلة كتير جدا ليفربول والميلان باريس سان جيرمان وباشلونة واللي نروح بعيد طيب أفكر حضراتكم في نهاية أفريقيا اللي اتعادلنا فيه مع الصفاقيسي على أردنا هنا أفتكر كويس واحد واحد وكانت النتيجة دي بالنسبة للصفاقيسي التونسي يعني منتهى الغاية ومنتهى الأمل ورحنا لعبهم في تونس وأنا متذكر جدا المطش ده هدف أبو تريكا الشهير طبعا في الدياية 89 أو 90 مش فاكري بس في نهاية المباراة فاكر أنه كل أجواء المباراة دي من ساعة ما صفارت البداية أو ساعة ما الحكم صفر صفارت البداية لغاية اللحظة اللي جا فيها أبو تريكا الجول كانت أجواء احتفالية كانت مدرجات تونس كلها بتحتفل بالفوز والبطولة وكانوا عاملين بانر كده كبير جدا حطين فيه درع بطولة أفريقيا ورغم كده في الدياية 89 قدر الأهلي برجالتوا أنهم يحققوا لبطولة اتكرر الموقف ده معنا كتير على فكرة وقدرنا نروح بره وإحنا محققين نتيجة سلبية إحنا كأهلي حققنا نتيجة سلبية في مباراة الزهاب على أرضنا مكادش مطمئنة وكاد بتصب في مصلحة المنافس وروحنا هناك ألبنا الترابيزة عشان كده بقول مطش الوداد في غاية الصعوبة والوداد جاي من المغرب عنده اتنين من العوامل اللي خلوه يقدم أقصى ما عنده أولا رد اعتبار لهزمته على ملعبه رد اعتبار لجماهيره للكرة المغربية وده دافع وحافظ مهم جدا ثانيا وده الحافظ الأهم والدافع الأكبر هو الوصول للنهائي حلم لم ينتهي بالنسبة للوداد المغربي وهيجي يبزل أقصى ما عنده عشان يحققوا في مقابلته مع نادي الأهلي عساد القهار أنا مدرك تماما أنه اللعبة مستوعبة الدرس ومدرك تماما حالة التركيز الكبيرة جدا وأتمنى إن شاء الله أنه ده يترجم في مباراة أو في شوت تاني من المواجهة تكون على نفس مستوى القوة وعلى نفس مستوى الأداء اللي الحقيقة طمنا بشكل كبير جدا طبعا ده هدف أبو تريكا الهدف ده مصر كولات هزت فيه يعني أنا في الهدف ده عملت جمب أنا فاكر مثلا اتنين تلاتة متر واسبعين جون في توقيت صعب في مباراة صعبة في بطولة مهمة قول عنه حاسم قول عنه قاطع قول عنه زي ما تقول لكن هدف ولا أروع ولا أجمل من حيث التوقيت أو من حيث أهمية البطولة أو من حيث طبعا المنافس اللي عمل أسوأ أنواع الضغط العصبي على جماهير نادي الأهلي طول التسعين دقيقة أعتقد أنه الهدف ده كان رد اعتبار كبير جدا للنادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم الموقف ده مش بس تتكرر معنا مرة ولا مرتين ده تتكرر معنا على مدار تاريخ طويل جدا من أيام ما أنا بفتكر يعني من أيام جون سيد عبدالحفيس في الترجي برضو في تونس في رادس على ملعب رادس 1-0 وكنا راحين بنتجة سلبية وقدرنا والأهلي مالك ده الأهل يمكن واحد من أكتر اللي عندها الأفريقية اللي عندها القدرة أنها تحول نتيجة سلبية على ملعبها لنتجة إيجابية خارجنا تعالى نطمن أكتر على لعبتنا يا أحمد ونروح لكريم أحمد مرسلنا من ملعب التاتش مساء الخير عليك يا كريم مساء الخير عليك يا زميلة صورة ومساء الخير على زميلة أحمد وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي كريم قل لنا كده أهم ملامح التدريب النهاردة في البداية طبعا يعني نقدر نقول التدريب كالعادة طبعا فيتسو موسماني محاضراته المطولة لكن بنأكد أكتر من مرة بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير جدا وللجانب التكتيكي طبعا صغراته ونقاط القوة والضعف لخلال المباراة الماضية وتحديدا كمان بالنسبة لخط الدارة وخط الهجوم اتكلم عليها بشكل كبير جدا محاضرة النهاردة كانت نصف ساعة وخمسة وتلاتين ديئة كمان يعني ايه درون لقابة النادي القلب بدأت المران ستة لتلت لكن عايز اطمنك على التدريب بشكل عام وطمن ايضا كمان زميلي احمد كل لعبتنا جهز الحمد للعندنا طبعا عدد من اللاعبين اكيد طبعا كان فيه شكوى من الاصابات او الكدمات على الرسوم طبعا مروان محسن يمكن هو شارك في جزء بسيط في تدريب الامس لكن النهاردة شايفينه بيؤدي اداء اكتر من رائع جرعة تدريبية كاملة لمروان محسن بيعلن جهازاته ان شاء الله لهذه المباراة يكون في التشكيلة الاساسية ويكون موفق كمان في مباراة يوم الجمعة محمود عبد المنعم كهربا حديث كبير جدا عليه نهاردة يمكن كهربا شارك في جزء تدريبي ايضا كمان بسيط لكن النهاردة ايضا كمان بيشارك في الجرعة التدريبية كاملة واضح ان محمود كهربا عنده رغبة كبيرة جدا هو يقدم مباراة ان شاء الله مباراة العودة سواء استعام به المدير الفاني بيتسو مسماني في بداية المباراة او يكون على دكة البودلاء لكن من الواضح ان محمود عبد المنعم كهربا يكون على دكة البودلاء مع جهزيته الكبيرة في امران اليوم كل العيبة النادي الاهلي جاهزة الحمد لله مش عايزين نتكلم طبعا على تاكتك وجمل تكتكال دلوقتي بتنفذ في التدريب بيتسو مسماني يمكن بيوقف التأسيمة اكتر من مرة تدريب النهاردة كان بسيط بالنسبة لجزء البدني لكن الشغل كله شغل تكتك لعيبة النادي الاهلي الراجل التكلم قال عايزين نبقى فعل ولاي سرد فعل الكلمة دي كلمة مهمة جدا ان نادي الاهلي او لعيبة النادي الاهلي يكون فعل الدخلنا في المباراة يكون بكل قوة عايزين يقال لنا هدف واثنين وثلاثة والراجل يتكلم على هذا الامر واحنا في الطيارة احنا راجعين وكمان النهاردة في الغرفة اثناء المحاضرة الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا على الجانب طبعا الخططي والجانب الدهني والجانب المعنى ولعبت النادي لاهلي ويا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا كالعادة تكون على قدر المسئولية شوت اول خلاص انتهى فاضل تسعين دقيقة تكون من نار لعبت النادي دقيقة ان شاء الله كالعادة خلينا عوف معاك كمان خلينا عوف معاك يعني انت تمنتنا على مروان وعلى كهربا عايز اعرف برضو مجدي افشا ايه الاخبار وعايز تعرف اللاعبين اللي ما اشتركوش في مباراة الزهاب هل في ترتيبات أو تجهيزات معينة لهم داخلين فورما خصوصا وليد سليمان نتكلم كمان على باجي يعني الناس اللي ما ظهرتش في المباراة الأولى أخبارهم إيه أبدأ معك بأفشا يمكن أفشا ظهر في تدريب الأمس كامل يعني أفشا يمكن أدى تدريب كامل بالنسبة للفريق النادي الأهلي أمس فمن الواضح أن أفشا الحمد لله كان عنده بقى خادنا في الدلوع كده من مباراة وبعض الإيجاد لكن شارك في تدريب الأمس والنهاردة بيشارك كمان بكل قوة بيعلن جاهزيته لهديها المباراة وليد سليمان باجي محمود وحيد أحمد الشيخ كل اللعيبة اللي ما بتشاركش فيه المباراة الأكيد تحديدا المباراة الأخيرة في برنامج بيضع عليه طبعا كيف هي مخاطط الأحمال بالتنسيب مع بيتسو مسماني في بعض اللعيبة بيتزود لها بعد التدريم في بعض اللعيبة بتاخد جرعة تدريبية مكتفة لكن بطمينك كل اللعيبة الحمد لله جاهزة يعني الاختيار أن عندنا مقولة شهيرة جدا مفيش لعبة أساسية ولا لعبة احتياطية لكل يكون جاهز ظروف مباراة هي اللي بتحسم يعني على المدير الفني يكون متواجد مين من اللعبين لكن بطمينك على كل اللعبين يوليد سليمان جاهز وبيؤدي تدريب أكتر من راعي الشناوي وعلي لطفي كمان يمكن علي لطفي ما كانش متواجد في مران الأمس لكن متواجد النهاردة ويمكن مشيلي أنا كمدارب الحراس عمل تدريبة قوية جدا لكل حراس المرمى سواء أحمد طريق سليمان الشناوي علي لطفي مصطفى شبير الحمد لله زميلي أحمد كل اللعيبة جاهزة يتبقى إن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظ عليهم بقى في تدريب النهاردة وتدريب الغد اللي هيكون على استاذ القاهرة انت عارف طبعا الإعلام ممنوع تماما بحضور التدريب الأخير كالعادة طبعا بيكون 15 دقيقة ومؤتمر صحفي لكن تأكدنا أن يكون تدريب الغد على استاذ القاهرة في تمام الساعة التساعة مثلا طبعا وهو المعاد الخاص بالمباراة يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الظروف تكون وهي ألينا زمي كليم خليني أعرف منك برضو بالنسبة للمصابين من خط دفاع النادي الأهلي هل فيهم حد نادر نقول لقريب من الصورة ممكن يبقى موجود حتى في قايمة الفريق وخصوصا ربيعة يمكن سمعنا كلام أنه ربيعة من الممكن هو يلحق مباراة العودة هل شفت ده في تمرينته النهاردة ولا لسه وجود ربيعة في القايمة ممكن يبقى مستبعد لا يعني بالنسبة كبيرة طبعا مش هين نسبة الأحداث لكن ربيعة من الواضح إن شاء الله بإذن الله بس ربنا يا كرامنا في المباراة الجاية ويكون ليه دور كبير في مباراة النهائية لكن ربيعة في المراحل الأخيرة من التأهيل تعرف طبعا يعني كل اللعيب تخلط الدارة تحديدة بنحتاج كل اللعيبة لكن الحمد لله ممكن أيمن سليم ياسر سليم هي تبقى بقى طبعا ربيعة اللي قطع شهد كبير جدا في التأهيل ممكن نشوف ربيعة في المباراة النهائية بقى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نعدي التسعين ديئة القادمة لكن يعني مع اللي احنا شايفينه لا ممكن ربيعة بشكل كبير ما يكونش متواجد في المباراة يوم الجمعة إن شاء الله نتمنى السلامة لكل اللي عابتنا بشكرك شكرا جزيلا زماننا كريم أحمد من مرعب مختار التتش في أخبار طبعا ألهنة أخبار تمرينة نادي الأهلي اللي مفترض إن شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم هيدخل معسكر مغلق استعدادا للقاء الوداد خلينا أقول لحضراتكم بعد مطش الوداد ده على طول في جلسة مهمة جدا احنا طبعا يعني بنفن السيزن وفي نهاية السيزن تولى بيتسو موسيماني المسئولية لجنة التخطيط للكرة في نادي الأهلي مفترض إن شاء الله نهاية تعقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق بعد انتهاء مباراة الوداد في عدد من الملفات وعدد من الموضوعات اللي اللجنة الحقيقة عايزة تنقشها مع المدرب بيتسو موسيماني واللجنة الحقيقة يمكن لبترأسها طبعا كابتن محسن صالح وبتضم في عضويتها نجم النادي الأهلي زكريا ناصف عايزة تسمع وجهة نظر الراجل في بعض الأمور الخاصة بالنادي عشان يتم التحضير ليه صفقات نتكلم على ملاكس محتاجة دعم فأعتقد فيك عدد كبير من الملفات اللي هتطرح على ميسر موسيماني من قبل لجنة التخطيط وهيتم مناشتها وبالمناسبة الجلسة دي ان شاء الله هيكون مفترضة هيحضارها طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة يمكن نروح لتقارير صحفية سعودية النهاردة قالت ان فيه صراع كبير قوي بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي السعودي من أجل طبعا التعاقد مع المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب وست برومتش الصحيفة السعودية قالت ان الاتحاد والأهلي دخلوا في صراع من أجل الحصول على خدمات أحمد حجازي من وست برومتش وانه بحسب المصادر يعني ان النادي الاتحاد هو الأقرب من أجل الحصول على أحمد حجازي أو خدمات أحمد حجازي ومع ذلك ان إدارة العميد قطعت شوت كبير جدا في مفاوضاتها للتعاقد مع اللاعب الساعات القليلة اللي فاتت دي شهدت رغبة من جانب أهلي جدة ان هو يجيب أحمد حجازي في ظل وجود رغبة من المدرب طبعا لجلب مدافع أجنبي طيب خليني أقولك كمان وبمناسبة الشامبينز ليج النهاردة عندنا برضو ماتشاط دربيهات خوايا جدا وعندنا قريب جدا قمة بين رونالدو وميسي قمة افتقدناها من زمان من ساعة مع رونالدو سابل اليجا وراح اليوفي في ماتشا هيجمع قريب جدا بين اليوفي والبرصف في الشامبينز ليج النهاردة عندنا مجموعة ماتشاط وتابعنا مبارح الحقيقة مجموعة ماتشاط وكلامي هيكون تحديدا على شلسي اللي يبدو أنه ذهب ولم يعود على رغم أنه كان فيه كتير من الجماهير اللي سنة دي يعني متفألة بموسم قوي يقدمه شلسي ويرجع مرة تانية نادي من قنطقة القمة وينافس على صدارة بطولة البريمير ليج لكن الحقيقة فيه بعض التقاريص الصحفية الإنجليزية اللي قالت أنه إبراموفيتش مالك نادي تشلسي بدأ في فتح خط مفاوضات مع ماسيميليانو ألاجري مدرب اليوفي السابق وده بهدف أنه يكون خليفة يعني يخلف فرانك لامبرد المدرب الحالي لتشلسي بعد النتائج اللي وصفها إبراموفيتش بالنتائج الضعيفة أو الهزيلة خصوصا مع أن الفريق حصل على دعم كبير جدا وقام بعدد كبير جدا من الصفقات صحيفة ديريستاري الإنجليزية قالت أنه رئيس البلوز بيستهدف ماسيميليانو ألاجري عشان يتولى الإدارة الفنية للفريق وهيتم التعاقد أو فيه قرار بأنه يتم التعاقد معاه إذا استمرت عروض لامبرد الضعيفة مع تشلسي الموسم الحالي طيب نروح بقى أحمد لتومس طوخ المدرب باريسان جرما اللي أبدأ اندهاشه من أداء الفريق في المباراة اللي اخسرها قدام من شاستر ينايتد بهدف لتنين مبارح في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا طوخ الأل في تصريحات لصحيفة باريسان أنه ما يعرفش ليه ظهروا بالمستوى ده وأنه هي مفاجأة كبيرة لأنهما كانوا كويسين وبيقدوا أداء جيد في المباريات الفاتت والأجواء كانت مميزة في التدريبات وقال كمان المدرب الألماني أن الخروج بنسيجة التعادل كانت طبعا تبقى أفضل لأننا عارفين مدى صعوبة المجموعة دي بينما أننا نعاني من مشاكل كبيرة بسبب كثرة الإصابات وبسؤاله هل التشكيل كان خاطئ قال أنه كان غاضب جدا وقال أنه عندهم مصابين كثير وده مأثر جدا كل فريق دلوات عايز يطلع من وحل المنموعة أنا بيتهيالي أن توماس طاخل مدرب جيد يعني مدرب كويس ما قدرش أقوله مدرب سيء ولكنه ليس بقيمة وحجم باريس سان جرمان وأنه باريس سان جرمان موفق جدا في عدد كبير جدا من الصفقات اللاعبين اللي قدر أنه يحسنها لصالحه ولكنه لم يوفق حتى اللحظة في استقدام مدير فني أجنبي يقود كتيبة مدججة بالنجوم نجوم من عيار التقيل أعتقد بتنقصهم الإدارة الفنية اللي تقدر تطلع طاقتهم ومهرتهم شفنا أداء هزيل جدا لمجموعة من النجوم تقدر قيمتهم بمليارات الدولارات أنا بتكلم على نجوم زي مبابي زي ديماريا زي إيكاردي إيكاردي ملعبش مبارح طبعا زي نمار زي نفس وغيرهم وغيرهم وفيراتي وغيرهم من نجوم البي أس جي للغاية اللحظة دي مش قادرين يحققوا بطولة كبيرة هنروح لفصل سريع ونرجع لحضرتكم مرة تانية في السادسة سهل خير وأهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية حقيقة مشوار طويل بمعنى الكلمة قطعوا النادي الأهلي عشان يوصل للمرحلة دي في البطولة وخلينا دايما نحط بين قصين ونفتكر أنه موسم استثنائي كان فيه فترة توقف طويلة جدا بالتأكيد بيكون ليها تأثير على مستوى اللعيبة بمستوى الفني والمستوى البدني وعلى حالة الانسجام أسرت بشكل كبير جدا لكن ده ما ما نعش وإحنا هنا بنتكلم مش بلغة العاطفة ولا الانحياز لفريق إحنا بنشجعه وبنحبه لا إحنا بنتكلم بلغة الأرقام ده ما ما نعش أنه النادي الأهلي ويمكن حضراتكم لما تبعتوا العودة للدوري وحسم البطولة قبل ما تنتهي بسبع جوالات تقريبا أو بسبع مطشات أنه الأهلي على المستوى المحلي قدر يحقق تقريبا تقريبا كل الأرقام القياسية لكن عشان بعدنا شوية عن بطولة أفريقيا وعشان رجعنا لها تاني مع المطش الوداد أو افتكرناها تاني مع المطش الوداد فكرنا نقدم لحضراتكم الأرقام اللي بترصد مستوى أداء النادي الأهلي في بطولة أفريقيا على ناحيتين الناحية الجماعية للفريق ككل والناحية الفردية لمجموعة من الأرقام أهم اللاعبين في النادي الأهلي اللي كانوا مميزين وعملوا موسم استثنائي وموسم ناجح جدا يمكن ما يكونش ظاهر لعدد كبير جدا من الجماهير لكن خلونا نشوف مع بعض خليني أرحب الأول بدكتور أحمد سابت محل أداء وضفنا فيه السادسة مساء أخير يا دكتور مساء النور ومنور كده مطالق دايما أهلا بك نورنا ومشرفنا وخليني قبل ما أدخل في الإحصائيات والأرقام أسألك بتشوف من وجهة نظرك ومن وقع طبعا رؤيتك وتحليل أداء النادي الأهلي إن الموسم ده كان موسم سهل بالنسبة للأهلي على مستوى المحلي في حاسم بطولة الدوري أو على مستوى الأفريقي في دوري الأبطال هو الموسم مش موسم سهل لأ الأهلي هو اللي خلاه سهل طول الموسم سواء في الدوري سواء في أفريقيا الأهلي هو اللي خلاه سهل الأهلي هو اللي خلاه سهل إزاي بقى في الدوري بدأنا مع فايلر في 16 فوز متتالي بعد كده تعادل فخليني الناس كلها تحس إن الدوري السندي سهل وما فيش منافسة وكده ده بفضل أداء الأهلي بفضل إن فيه أولا إدارة ولجنة تخطيط محترمة جدا عندها رؤية اخترت مدير فني زي فايلر في الأول كان عليه الناس كانت مقلقة منه لما جيه وحقق النجاحات دي وعمل 16 فوز الناس كلها قالت إن الدوري سهل اللي خلا الدوري سهل هو تقلق النادي الأهلي كذلك دوري أبطال أفريقيا نادي الأهلي بسم الله ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا البعض طلع مثلا نتكلم قال إن مباراة أصل الودات خصم سهل هو إيه اللي خلاك تقول إن الودات خصم سهل الودات ده خسرت الدوري هو الودات يعني أسهل من رجاء لا الودات خسرت من الدوري في آخر ثانية كان ممكن يبقى بطل الدوري بعدين فرقة قيلة جدا وفيها لعبة محترمة جدا وكويسة جدا ولكن اللي خلا الناس تقول كده هو قوة أداء النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيخل البعض يشوف إن الحاجة سهلة ليه عشان بسم الله ما شاء الله الأداء محترم جدا الخطة يعني النادي الأهلي نادي مؤسسي نادي محترم جدا في الإدارة بتعرف إزاي تختار إزاي تخطط لقدام يعني حتى في اختيار موسماني ده صراحة يعني يحسب ليهم اختيار موسماني ده هم على فكرة وهو ناس بأي متر تتكلم فكرتيني في فيلر والكريدت كله الحقيقة في طولة أفريقيا في مشوار أفريقيا باستثناء طبعا ماتش الودات يحسب لفايلر يعني معظم أو نسبة 90% من الأرقام اللي احنا نستعرضها مع حضراتكم على تحليل مستوى أداء النادي الأهلي جماعيا وفرديا تحسب بتهالي دكتور أحمد بشكل كبير جدا لفايلر نجح أفريقيا ودي كانت واحدة من أهم النقاط يعني هوجم فيها النادي الأهلي عشان اختيار فيلر مدرب مالوش سابق معرفة ولا دراية بالكورة الأفريقية ولا يعرف طبيعة المسابقات ولا يعرف طبيعة الأندية ولا يعرف الأندية القوية والمميزة ما خدش أجواء أفريقيا اللي بتختلف جملة وتفصيلة عن بطولات أوروبا وبالتالي اتهاجم عشان أفريقيا بس الأهلي مش بيقف على حد والأهلي بيعلي أي حد دي نقطة مهمة جدا يعني الأهلي عالى فايلر والأهلي مش بيقف على فايلر بدليل أن أنت جبت موسيماني موسيماني كان طموحاته وحلمه كله أنه إيه جي يمسك النادي الأهلي وجيه وكان اختيار نموزاجي بصراحة أن الراجل ده متمرس في الكرة الأفريقية عارف الوداد عارف الرجاء عارف الأندية المصرية نمرت واحد نمرت اتنين كمان أنت لما تيجي تختار مدير فني أن أنت بتختار أسلوب وطريقة اللعب أنا ممكن كنت مثلا أجيب مدرب دفاعي يعني إيه مدرب دفاعي أنا لو أنت حدك بصيت على مثلا الإحصائيات قبل نص النهاية هتلاقي أكتر في الريتين مستحوزين على الكرة يعني فيه أسلوب لعب مدرب مثلا لما بيجي أختار جورديولا مثلا أسلوب لعب واستحواز أنا عارف أنه عايز يستحوز على المباراة ده أسلوب لعب وعكس مثلا سيميوني أو عكس مثلا مورينيو مورينيو مثلا بيعتمد على الدفاع المتأخر الدفاع المنطقة ده أسلوب ما ينسبش مثلا النادي الأهلي كأسلوب لعب النادي الأهلي عايز يستحوز عايز يروح ده أسلوبه أسلوب فريق كبير عايز دايما يستحوز ويخلق فرص كتير فعشان كده موسيماني كان مناسب كأسلوب لعب ومناسب كدراسة الفرق الأفريقية بتختار المدير الفني اللي يتناسب يتناسب مع كذا حاجة كذا نقطة أولا أنت فريق بطل فريق الجمهور ما بيرداش غير ببطلات لازم تجيب مدرب حصل على بطلات زي موسيماني النقطة الثانية مدرب كورتو هجومية ما ينفعش أروح أجيب مدرب أسلوبه دفاعي ما يمشيش مع النادي الأهلي لأسلوب الدفاعي يعني مثلا كارترون كارترون ليه ما نجحش مع النادي الأهلي عشان أسلوبه دفاعي أكتر من هجومي الأسلوب الدفاعي ما يمشيش مع النادي الأهلي على فكرة كارترون مدرب كويس ولكن ما يمشيش مع النادي الأهلي النادي الأهلي عايز مدرب زي موسيماني كده زي فايلر المدرب اللي هو استحواز كورتو بيعتمد على الاستحواز كرة هجومية بيخلق فرص كتير ده أسلوب لعب النادي الأهلي كذلك لو أنا كنت جبت مثلا مدرب أوروبي في الفترة دي كنت تبقى صعبة جدا كان هيجي يقولك هو لا يعرف مثلا ما يعرفش مين كهرباء ما يعرفش مين حسين الشحار هيبقى أوروبي هيقولك أنا مش مسؤول عن النتائج دي فكنت هتعتمد على أن تجيب مساعد مصري قوي ليه مثلا وهو اللي كان هو هيقولك أنا مش متحمل للنتائج لكن ده اختيار جريء اختيار محترم وبصراحة يحسب للنادي الأهلي اختيار موسيماني في تلك الفترة بس أعاد شخصية النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بسم الله ما شاء الله النادي الأهلي مع موسيماني في أربع مبارات ما تخلش فيه أهداف دي حاجة مهمة جدا بتروح تكسب هو الناس اللي شايفة أو اللي شايفة ماتش الودات هو الودات بيخسر على ملعبه كان بقالهم 22 ماتش ما بيخسرش على ملعبه مخسرش غير من نادي الأهلي بس أنا هقولك حاجة يا دكتور أحباد يعني يمكن أنا بتهيقلي أنه أكتر حاجة بسطة أنا بحط دايما في اعتباري الجمهور شايف إيه أو يعني بحاول أقرب لوجة نظر الجماهير الدرجة الثالثة أنا بشوف أنه أكتر حاجة بسطة يعني إحنا كنا مع فيلر على فكرة معاملين أن تلك قويسة والغاية ما مشي حتى يعني يمكن ما كناش راضين عن الأداء قوي لكن الرجل كان بيكسب وكانش بيخسر بس في الفترة الأخيرة كان واضح أن تركيزه مشتت نوعا ما اللي حصل بقى مع موسيماني وأكتر حاجة بسطت الناس أنه شخصية الأهلي روح الفانيلا الحمرة شخصية النادي الأهلي بقت بتظهر في الملعب بتلعب مع خصم تقيل بتتعب مع خصم بسيط بتلعب ناقص بتلعب كامل هو هو نفس الأداء وهي هي نفس الروح من ديئة واحد لديئة 90 رجالة الأهلي في الملعب مش مقصرين في حاجة وكمان موسيماني أنت أي مدرب لو كنت جبته تاني لو روح تلعب تلعب تلوداد كان حيلعب بطرية دفاعية خاصة أن أنت راح تلعب تلعب أنا شخصية قلت هتروح تلعب أنا أتوقع أنه أي مدرب حيروح يلعب دفاعي هو لا أنا هلعب 4, 2, 3, 1 طريق لعبي هروح أستحوز حتى هو في التصريحات اللي قالها يا كريم المراسل من شوية قال أنا أحب أن الفرقة تكون الفعل وليس رد الفعل دي نقطة مهمة جدا ده اللي كنت أتكلم فيه أن النادي الأهلي لازم يكون هو الفعل يعني أنا أسلوب لعب استحواز عكس طريق لعب مثلا نادي الزمالك سواء مع باتشيكو أو مع كارتيرون اختيارهم للمدربين هناك دفاع شوية ليه لأن طريق لعبهم عايز ألعب دفاع منطقة وألعب على الهجمات المرتدة مثلا من خلال زيزو ومن خلال أشرب بن شاركي عكس طريق لعب النادي الأهلي النادي الأهلي بيلعب استحواز أكتر طريق لعب اللي هي برشلونة وطريق لعب جوارديول طريق لعب الفرق اللي هي البطل اللي عايز يستحوز ويممتع الناس ولعب كرة ممتعة عكس الطريق الدفاعية الطريق الدفاعية آه بتجيب بطولات طريقة برضو محترمة ولكن ده اسلوب مختلف عن اسلوب النادي الأهلي يعني لو انت اختارت مدرب دفاعي مش هياجب الجماهير هنا بالتأكيد آه متفق معك يعني بنسبة 100% لكن ده بيتهيالي كمان يعني طبيعي جدا أي مدرب هيجي يلعب بطريقة جميلة لازم الأوراق المتاحة لي طبعا تسمحنوا ده مش هتنفغر في النادي الأهلي عشان ده فريق بطل عندك الامكانيات وعندك القدرات الامكانيات المادية ان انت تقدر تجيب لعيبة ممتازة وطيق لأن ده امكانيات نادي الأهلي النادي الأهلي هو بطل القرن الأفريكية هو أكبر نادي في أفريقيا هو واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم إذن انت لازم تلعب وده طموحاتك ان انت توصل كاسعام للأندية أي حد بيسمعني لو انت بنتكلم من كده هيقول لك اوه اتنين أهلوية على شاشة الأهلي في برنامج السادسة هيقولوا غير كده لكن خلينا بقى ان ترجم ده للأرقام يعني احنا يمكن احنا الحقيقة بعد مباراة الأهلي والوداد هنا في السادسة في نفس المكان ده استعرضت مع حضراتكم أرقام أنا بيتهيالي انها أوليال جدا لما بتحصل في مباراة خرجال نادي الأهلي صحيح قلت انه الأهلي عنده القدرة دايما انه يعمل مفاجآت وانه يحقق نتاج إيجابية على أرض أقوى فرق القرى الأفريقية وحصل كتير قبل كده لكن مع النتيجة يكون كمان كل الإحصائيات المرتبطة بالمباراة من استحواز وعدد تبريرات صحيحة ومحاولات على المرمى وتزديدات بين التلات خشبات يعني كل الأرقام المرتبطة بالمباراة يبقى لأهلي كمان متفوق فيها ده كان بالنسبة لي شيء في منتهى الإيجابية الغريب اللي اكتشفته النهار ده أنا أحضر لدكتور أحمد عشاني شرفنا أنه الموضوع ده مش استثناء في مباراة الوداد ده يكاد يكون الحال في مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا من ساعة ما ابتدنا دوري المجموعات وصولا لجولة الزهاب في قبل نهائي أفريقيا خلينا نبتدي كده مع مجموعة من أرقام النادي الأهلي هتكلم مع حاك الأول جماعيا يعني قبل ما نروح للأرقام الفردية خلينا نروح بصفة عامة إيه أهم لأرقام اللي حقق النادي الأهلي السيزن الحالي في مشوار أفريقيا الأول الأرقام دي من بداية دور المجموعات حتى مباراة الزهاب في نص نهاية دوري أبطال أفريقيا أول رقم النادي الأهلي هو أقوى خط هجوم في البطولة ده رقم واحد أقوى خط هجوم ليه؟ لأنه أكتر فريق مسجل أهداف في تلك الفترة 12 هدف ده رقم واحد بسم الله ما شاء الله أقوى خط هجوم تاني نقطة النادي الأهلي أقوى خط تفاع أقل فريق استقبلت شباكه أهداف خمس أهداف إذن نادي الأهلي أقوى خط هجوم أقوى خط تفاع في دوري أبطال أفريقيا طيب أنا وحاك بتقول الأرقام وبتستعرضها أقول أنه ده برضو نفس الإحصائيات الخاصة بالدوري المحلي الأهلي قدر يكون في أقوى خط هجوم وأقوى خط تفاع يعني التفوق مش بس محليا نستقبلنا تول السيزن ده ويمكن أنه هقف مع الشناوي طبعا مع دكتور أحمد وقف طويلة شاية لأنه الشناوي عمل سيزن رائح نحن توتل الأهداف اللي داخت نادي الأهلي تمان أهداف تقريبا تمانية في الدوري وخمسة في دوري أبطال أفريقيا بطال أبطال الأهلي كمان أكتر فريق يعني مش بس أقوى خط هجوم لا ده أكتر فريق صنع فرص محققة للتسجيل في دوري أبطال أفريقيا صنع عشرين فرصة نادي الأهلي صنع عشرين فرصة كمان أكتر فريق أهضر فرص يمكن ده رقم سلبي شوية أنه أكتر فريق أهضر فرص حداشر فرصة ده دليل برضو أنه إحنا إسلوبنا هجومي بنروح عالجوم كتير كان حداشر فرصة دور ينقصنا نشتغل على اللمسة الأخية دي نقطة مهمة بقى النادي الأهلي أكتر فريق بصوا بقى على الكلمة دي المهمة قوي 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 اللي هو أكتر فريق استحوذ على الكورة عشان كده كنت بقول لحد ديك إيه اسلوب لعبه مسماني مناسب لأسلوب لعب النادي الأهلي لما تيجي تختار مدرب لازم تختار مدرب اسلوب لعبه اللي هو الاستحواذ على الكورة في المباراة النادي الأهلي استحوذ على الكورة دي خمسة وخمسين وتسعة من عشر يعني ستة وخمسين في المية في إجمال المباراة اللي لعبها يعني النادي الأهلي في أي مباراة كان بيستحوذ أيه تمام استحواذ دي يعني تم تيجي كده تم تيجي زي ما بيقوله تلقائيا أنت بتتكلم على بالتأكيد واحدة من أهم عامل قدرتك على فرض الاستحواز هي معدلات اليقى بدانية تبتتكلم على استحواز واسلوب وبرضه تاكتك مدربين سواء فايلر ومسيماني أن أنا حنزل ألعب سواء بره أو جوه بلعب الاستحواز على الكور ده اللي خلى الإحصائيات تحت النادي الأهلي توصل لـ 56% في المجرارة الواحدة أو 55.9% بالزفر ده أعلى فريق على مستوى الاستحواز النادي الأهلي كمان أكتر فريق بيروح على الجون أكتر فريق عنده معدل محاولات على المرمى كل 90 دقيقة أو في المباراة الواحدة كام؟ 10 أو 9 يعني النادي الأهلي كده وانس أن أنت عارف أنه هو حيلعب مباراة خليه 11 يا دكتور أحمد لشأن توصل للناس وانس أنه هو عارف أنه هو حيلعب في دورة أبطال أفريقيا تعرف أنه هيعمل إن شاء الله يعني 11 محاولة على المرمى ده المتوسط بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي كمان أكتر فريق سجل أهداف من ضربات جزاء في البطولة سجل أربع أهداف من أربعة وطبعا المتخص الأول هو علي معلوله علي علوله طبعا طبعا فدي الأرقام يمكن بصفة عامة كده بتبين إن النادي الأهلي هو أقوى فريق في البطولة حتى الآن بالأرقام أقوى خط هجوم أقوى خط تفاع أكتر فريق صانع فرص أكتر فريق استحوز على الكورة أكتر فريق عنده معدل محاولات على المرمى أكتر فريق سجل أهداف من ضربات جزاء فبسم الله وان شاء الله يعني الأرقام بتاعت النادي الأهلي دكتور أحمد سابت ضفنا في السادسة مرة تانية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية للي ما كانش متابعنا قبل الفاصل واللي كانت تابعنا ومش مركز شوية لخاصلكوا أهم الأرقام اللي قالها دكتور أحمد سابت فيما يتعلق بمشروع الأهلي في بطولة أفريقيا بداية من دور المجموعات وصولا طبعا لجولة الزهاب في قبل النهائي الأهلي هو الأكثر قوة هجوميا أكثر فريق تسجيلا للأهداف بتنشر هدف وأقل فريق استقبالا لأهداف خمس أهداف فقط دفاعا وهجوما الأهلي هو رقم واحد في دوري أبطال أفريقيا الأهلي أكثر فريق صنع فرص محققة للتسجيل ب20 فرصة والأكثر فريق أيضا إهدارا للفرص المحققة للتسجيل 11 فرصة ويمكن دي نقطة سلبية أشار لها دكتور أحمد نتمنى في المطشط المهمة والحسيمة أنه نشتغل عليها ونركز فيها الأهلي كمان هو أكثر فريق استحوازا على الكرة بنسبة تقريبا 56% وأكثر فريق يمتلك معدل محاولات على المرمى تقريبا كل مطش أو كل مباراة حداشر محاولة وأكثر فرق البطولة تسجيلا لأهداف من ضربات جزاء أربع ضربات جزاء أهلا بك دكتور أحمد لخصت كده بشكل سريع الأداء العام أو الإجمالي المجمل العام لأداء النادي الأهلي في مشوار البطولة قبل بس ما أدخل معك في تفاصيل الأرقام والإحصائيات الخاصة باللعابين بقى على المستوى الفردي واللعابة اللي شايفهم من وجهة نظرك تعلقوا السيزن ده قاري إزاي طريق التفكير ميجيل جاموندي مدير الفني لأنا الراجل بتهايلي راجل ده ما بينامش يعني الراجل ده يعني عايش بيضرب كده حسابات في أخماس في أزاز طول الوقت هيجي الأهلي يلعب إيه؟ يغامر ويلعب الكل في الكل ولا يأمن ولا يحاول يخطف يعني شايف سيناريو المطش بالنسبة لأوداد إيه؟ هو يمكن هو أخطأ في مباراة الزهاب في التشكيل في حاجات كتير فهو هيحاول أو في تلات نقاط تحديداً لما بدأ بيحيا جبران اللي هو أصلاً لعيب ارتكاز لما حطه مساك وابراهيم نجم الدين جنبه الاتنين دول ما كانوش بيلعبه أصلاً جنبه بعض خالص يمكن اتكلمنا في الستوديو أن قلنا أن ده كان يعني واحدة من أهم أسباب هزيمة الوداد وكمان المهاجم جباجبه اللي هو بدأ على حساب كذا دي ولكن أعتقد أنه هو هيجي هنا بقى هيعدل شوية التشكيل إيه اللي هيعدله؟ أعتقد أن تشكيل الوداد مش هيخرج عن التالي في حراسة المارمى أحمد رضا التكناوتي هيلعب 4-1-4-1 نفس طريقة لعبه هيدخل كمارا اللي هو نزل الشوط الثاني اللي هو المدافع الأساسي بتاعه المساك كمارا هيبدأ جنب إبراهيم نجم الديني الاتنين المساكين في الباك رايت هيبقى عبداللطيف نصير الباك ليفت هيبقى يحيا عطية الله قدامهم هيرجع يحيا جبران لمركزه هيدخله بقى في مركزه عادي اللي هو العيب ارتكاز دفاعي والاتنين اللي قدامه الحسوني ووليد الكارتي وعلى الأطراف إسماعيل الحداد وعلى الناحية الثانية بديع أوك يعني في الجناحين بديع أوك والحداد وهيبدأ بكزادي كزون ويرجع بقى كمهاجم أساسي بالمناسبة إسماعيل الحداد فيه أخبار كتير جدا واحتمال يعني بعد يعني بعد لما يعني بعد مباراة النادي الأهل أنه يروح الدوري القطري مقابل 2 مليون دولار ونصف فغالبا هتبقى دي آخر مباراة ليه مع الوداد المغربي على أساس أنهم اللي يتأهلوا المباراة النهائية بإذن الله طبعا أول ربع ساعة هي أخطر ربع ساعة في مباراة القيادة لازم ناخد حذرنا القورة مفاش أمان توتنهام وماتش واستهام الأخير لما كانوا كسبانين 3-3 لغاية الديئة 81 81 وحاجة يعني 10 ثواني وعشرين ساعة كسبان 3-0 اتعدلوا 3-3 القورة مفاش أمان لازم أول ربع ساعة هو بالتأكيد المدرب بتاعهم هيبدأ هيعدل الأخطاء اللي عملها دي وحيحاول يخطف هدف لأن ده هو جاي يعني فرصته الوحيدة أنه هو يخطف هدف بدري بحيث أنه نوعا ما يعمل هزة يحاول أنه يرجع جزء من الشغل النفسي بين قصين كده ريمونتادة يعني أي ريمونتادة حصلت في العشر سنين الأخيرة هتلاقي جاموندي بيحفظها اللاعب في الوداد بيفرجهم على فيديوهات لسا الأماني ممكنة أكيد بيفرجهم على فيديوهات والمنتادة كتير يعني فلازم نققره مفاش أمان ودلوقتي أقول لحدك على حاجة برضو مهمة جدا ما عادش فيه جماهير ودلوقتي ما عادش فيه فرق ما بين المباراة الزهاب والقياب لعدم وجود الجماهير يعني أنت لما كنت تروح مثلا الوداد وتكسبه منك وتيجي تلعب هناك في جماهير أكيد لك 100% أن يعني خلاص محسومة لكن دلوقتي ما فيش جماهير فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد حضارنا تحديدا في أول ربع ساعة أول ربع ساعة هي الفايصل في المباراة تحديدا يعني أنا خلينا ألخص كلام حاك وأقول ننسى فكرة أفضلية الأرض والجمهور المباراة كأنها بتلعب على ملعب واحد من شوتين كل شوت 90 دقيقة شوت أول خلص لصالح الأهلي 90 دقيقة وشوت تاني هيتلعب إن شاء الله 90 دقيقة تانية وبالتالي فكرة أفضلية الأرض والملعب والجمهور طبعا لازم ناخد حضارنا ولازم ننزل برضو بنفس أسلوب لعبنا نحاول نستحوذ على أكبر قدر طب أنت كالتاني عن الوداد تتوقع مسيمان يلعب بنفس أسلوب اللي لعب بي بالتأكيد هو حتى قال النهاردة أنا الفعل مش رد الفعل هو هينزل يستحوذ يحاول يعمل أكبر عدد من التمريرات كل ما تعمل تمريرات في أول ربع ساعة كل ما أنت بتبس في نفوس لعب الوداد إن أنا خلاص جالهم إحساس باليأس إن أنا خلاص مش حقدر أعوض تحديدا في أول ربع ساعة لما يشوف لعبة النادي الأهلي بتستحوذ ده فريق كبير ده فريق أعلى مني مش حقدر إن أنا أجريه دي نقطة مهمة جدا نقطة الاستحواذ ولعبة تمريرات كبيرة جدا ده يخدنا من فكرة أنت قلت لي هنا الأهلي على المستوى الجامعي هو الأكثر استحواذا ونخش على المستوى الفردي عشان أستحوذ زي ما تكلمنا أنا عايز اليقى بدانية على أعلى مستوى عايز تحركاتهم للكرة على أعلى مستوى عايز بول كنترول من لعبة تسليم وتسلم على أعلى مستوى وبالتالي ده يخدنا عشان أعمل ده في لعبة محورية خلينا نروح لأكثر لعبة محورية بالأرقام أكثر لعبة أصرت في دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي بالأرقام نمرت واحد طبعا علي معلول رقم واحد هو أكثر لاعب ساهم في أهداف مع النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا من بداية دور المجموعات ساهم في كم هدف؟ في أربع أهداف علي معلول هو هداف الأهلي في تلك الفترة كمان باكليفت أكثر من مجرد ظاهر أيصر مسجل ثلاث أهداف وصنع واحد يعني مساهم في أربع أهداف في الفترة اللي هي من بداية دور المجموعات لغاية نص النهاء هنا اللاعب المحترف اللي أنت بتجيبه وبيصنع عليك الفارج حاجة مهمة جدا تمام ده رقم واحد علي معلول معلول عموما يعني تجربته مع الأهلي تاريخية طبعا اسمه تحفر في قلوب كل الأهلوية يعني رجل حقيقة بيقدم مستويات ومهما جاله من عروض بيفضل دايما النادي الأهلي وعارف كمية النادي الأهلي ودي حاجة تحصل بالعلي معلول اللاعب الثاني وهو ليه أرقام مميزة جدا يمكن الناس ركزت بس عليه على آخر ماتش لكن هو بيقدم بطولة جيدة جدا محمد ماجدي أفشا محمد ماجدي أفشا في أرقامه فيه ثلاث حاجات بتبين أنه هو عامل بطولة جيدة جدا أكتر لاعب عامل محاولات على المارمو أكتر لاعب في النادي الأهلي بيروح على الجون في دورة أبطال أفريقيا هو ماجدي أفشا بيمتلك اثنين وسبعة محاولة على المارمو يعني تقريبا ثلاث محاولات في كل ماتش بيلعبه تمام أكتر لاعب عندك اللاعب رقم اثنين وتأتي في الأهلي أو الذي مش موجود معنا يمتلك معدل صناعة للفرص في المباراة الوحدة واحد ونص فرصة يعني أكتر لاعب بيوصل زميله للجون محمد ماجدي أفشا واحد ونص فرصة أكتر لاعب بيروح على الجون محمد ماجدي أفشا اثنين وسبعة من عشرة أكتر لاعب بيعمل لونج باس يعني تمرير طولي في الماتش خمسة وسبعة من عشرة تمريرة طولية يعني بسم الله ما شاء الله صنعي على العب كواس جدا بيصنع لك فرص بيروح على الجون بيعمل تمرير طولي إذن تاني يعتبر تاني أهم لاعب في دورة أبطال أفريكا في النادي الأهلي تحديداً هو محمد مجد أفش علي معلول برضو ليه رقم مميز كمان إنه هو أكثر لاعب عمل تدخلات انترسيبشن عمل تدخلات دفعية في المطش يعني هو مش هجومي بس هو بيدفع برضو بيعمل انترسيبشن كويس 2.3 في المباراة الوحدة علي معلول كمان ليه رقم مميز إنه هو أكثر لاعب في النادي الأهلي بيلمس الكورة في المباراة الوحدة بيلمس الكورة 71 مرة ده بيأكد إيه؟ إن علي معلول مفتاح لعب النادي الأهلي من آخر إنه هو بيبني الهجم طبعاً أنت بتبني الهجم دايماً على ناحية علي معلول هو اللي بينطلق لآخر الخط وبيديك العرضيات أكثر لاعب في الفريق بيلمس الكورة ده دليل إنه هو محور الفرقة علي معلول وأكثر لاعب مساهم في أهداف وأكتر لعب بيعمل انترسيبشن تدخلات دفاعية عظيم دي بالنسبة العلي معلول يبقى أرقام علي معلول قلنا الأرقام المميزة العلي معلول لو أكتر لعب ساهم في أهداف يعني تبقى أن مركزه في الملعب هو أكتر من ذاك يعني هو أكتر لعب مساهم في أهداف إنت لو شفت الأرقام دي تحس أنه هو مش صنع ألعاب أكتر لعب مساهم في أهداف أكتر لعب مساهم في أهداف أكتر لعب عنده تدخلات دفاعية أكتر لعب بيلمس الكورة أفشا أكتر لعب بيعمل محاولات على المرمى أكتر لعب بيعمل تمرير طولي أكتر لعب بيصنع فرص ده في دور يا بطال أفريقيا طيب نيجي بقى من أحرف لعب في النادي الأهلي على مستوى المهارة في البطولة هو جونيور أجايي أجايي أكتر لعب بيعمل مراوغات نكحة في النادي الأهلي 1.4 من 10 على فكرة الرقم ده مش عالي أوي برضو دي نقطة برضو بتعتمد شوية أن النادي الأهلي محتاج حتة اللعيب المهاري يبقى فيه لأن فيه فرق يعني إسماعيل الحدد مثلا بيوصل بيعدد 3 فنوعية اللعيب المهاري نوعا ما برضو بتعتمد على طريقة اللعب لأن احنا عندنا طريقة اللعب بتعتمد أكتر على التمرير والتحرك بدون كورة سواء مع فايلر أو مع موسيماني ما بتعتمدش على الفردية عكس الفرق الثانية برضو وإحنا عندنا هنا الجامعية أكتر عشان كده تلاقي مثلا أرقام المراوغات النكحة عندنا مش عالية قوي معدلها مش عالية فإحنا برضو محتاجين في التدعمات أعتقد نحن محتاجين ممكن طاير محمد طاهر عنده حتة المراوغات النكحة دي هتفرق معك في السنة الجاية أنا بتكلم عن مثلا على الموسم الجديد محتاج وإنت مثلا بتدهر على جناح يكون عنده حتة المراوغات النكحة عالية أنا عندي 3-4 أسماء في الأهلي لو دخلوا فورمة يعني كهرباء منهم كهرباء طبعا كهرباء السنة اللي فاتت صالح منهم كهرباء وصالح طبعا بس كهرباء تحديدا في حتة المراوغات وصالح لو في حالتهم لا كهرباء السنة اللي فاتت ينقلك يعلي لك حتة المراوغات في الفرقة ونقول على أسماء ولا بلاش مش هقول أنا كنت طويل يعني بس يعني هيتبان في وقتها خلينا بعد ما نعدي أفريقي طيب خلينا نروح في مدافع بقى لا لا أجايلي أرقام تانية أجايلي إحنا كلمنا على أكتر لعب عام المراوغات ناكحة المراوغات الناكحة هنقول خش بقى على الدفاع الجندي المجهول في الدفاع هو ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم يمكن في عندي أرقام هنا مرتبط بقى جايب لهو أكتر لعب إهدارا للفرص للفرص إحنا ضيعنا إحنا قلنا إن إحنا ضيعنا 11 فرصة منهم 3 لجونيور أجايب ركز عم جونيور معنا والنبي بس هو الحقيقة يمكن مع موسيماني جونيور أجايب كان من أحسن اللعيبة في الماتش اللي فات متاع الوداد مش بس جونيور هو كان قطع الكورة الماتش اللي فات 11 مرة عمل جابها قوية جدا جدا مع علي معلول كان سر طال مفعول يعني الناس حست إن الوداد فريق ضعيف ليه؟ عشان التكتك اللي عمله موسيماني إن أنا أزيل الالتزام الحداشر كانوا نجم طبعا الحداشر كانوا والشناوي كان كاو كابل واحده يعني يعني بجد والله أنا مش بابالغ الشناوي الحقيقة الفرصة بتاعة البانلتي دربة الجزاء دي حولت لما تحس إن الفرقة كلها نجوم أعرف إن النجم هو المدرب لما تحس إن الفرقة كلها نجوم يبقى النجم هو المدير الفني دي نقطة مهمة جدا طيب نروح لأ الدفاع ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم ممكن الناس مثلا مش حاسة بدوره أوي لكن هو فعلا بيقدم بطولة مهمة أوي هو ممكن يكون مستوى بعد كورونا قال لسنة بس رجع تاني رجع الكرفي بتاعه يعلى ياسر إبراهيم أكتر لاعب بيفوز بالتحامات هوائية في الماتش الواحد في النادي الأهلي أربعة واربعة يعني بيفوز باربع التحام هوائي في المباراة وأكتر لاعب شتت الكورة بعيدا عن مرمى النادي الأهلي خمس مرات في المباراة الواحدة فدي يمكن أرقام أبرز اللعيب بالأرقام علي معلول أفشة أجايية ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم واحد من المدافعين بالأرقام أكتر لاعب بيشتت الكورة واكتر لاعب بيفوز على فكرة كان عامل ماتش هاي الماتش اللي فات في التحامات هواية ولو اشتغل على مستوى تحضير الهجمة لو اشتغل على تحضير الهجمة وعلى السرعة شوية ياسر إبراهيم يتفحل تحضير هو ياسر مستو في الالتحامات الهوية الكورة العالية كلها بتاعته التمركز الدفاعي دايما المدافع بيبقى دايما على القايم القرية بشكل مماز جدا تحديدا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم نقصه حتة التحضير شوية حتى دي النقطة اللي كان بيتكلم معها في فايلر إن انت تحضر الهجمة بشكل أفضل من كده صحيح دي أعتقد لو كملة هيبقى مدفع مميق متكامل طيب أنا عشان وقت بس دايق انا يعني احنا تكلمنا على قفشة ودينا له حق وانا عايز اتكلم شوية عن الشناوي الحقيقة الشناوي مش بس بقى في دوري الأبطال الشناوي يعني رجل الموسي أنا بيتهيق لي انه انتعرف دايما ان حرس المرمى بالنسبة للجمهور مش حسينه دوره قوي لا مش بس كده حتة الامن والاطمئنان يعني حتى لما تبقى نازل مطشو صعب او نازل قدام فرقة تقيلة او فرودة مليارة تقيل بيبقى دايما رايح للحرس المرمى لو حرس المرمى بتاعك عشرة على عشرة بيتبقى متطمن اي ان كانت صعوبة المرمى أنا من ساعة الحضري من ساعة الحضري ما مشي من نادي لأهلي ما شفتش حد مطمني زي الشناوي بصراحة في اي استفتاءات دلوقتي الحرس المرمى بيتظلم في استفتاء اصلا في الكورة يقول لك مين أفضل لعب في الموسم ناس تروح على صناع العلعاب على المهاجم وتنسى حارس المرمى أنا وجدت نظري أحسن لعب السنادي في الموسم في مصر كلها هو محمد الشناوي محمد الشناوي مش عشان حارس مرمى نظلمه هو أحسن لعب في الموسم هو اللي فارق مع النادي الأهلي في الدوري هض сколько العبث هم يقول الأرقام الشناوي اللي حققها السنادي أول حاجة في الدوري قصر رقم القياسي بتاع شريف إكرامي يعني هو خرج ستة بس مباريات دخل فيهم أهداف واربعة وعشرين ماتش شباك ونظيفة بسم الله ما شاء الله فيه الدوري الحاجة التانية تصدق لأربع ضربات جزاء في آخر سبع مباريات وهنا زي ما حداك كنت بتقول إن الشناوي فعلا قرب كتير من مستوى الحضر الحضر على الفكرة برضو الكيرف بتاعه في الأول كانوا قليل بعد كده عيلة نفس اللي حصل مع الشناوي كتر المباريات مع الحارس واللعب في النادي الأهلي والخبرات اللي بيكتسبها بيعلي الحارس جامد ومع اللعب في الضغط الجمهوري ودعم جامهيري النادي الأهلي بتعلي جامد جدا حارس المرمى الشناوي كده الشناوي أصلا بصراحة في ضربات الجزاء ما كانش عالي قوي في الموسم ده مستوى في ضربات الجزاء يحسب لدور مدرب الحراس أيضا في اللي هو يتصدق لأربع رقالات جزاء من سبعة ده واحد أكيد بيتضرب على رقالات الجزاء بشكل كويس جدا يعني أنا لو لعبنا رقالات جزاء في أي ماتش بعد كده مش حابق الآن عكس مثلا ماتش السوبر أو الماتشات اللي قبل كده كنا الواحد بيبقى الآن شوية دلوقتي انت عندك حارس فعلا بقى عامل زي عصام الحضري المبارات اللي هو ياريت نخش ضربات الجزاء هو هيصد زي ما كنا بنعمل مع منتخب مصر مثلا كان الحضري بيشيلك الشناوي برضو كذلك بيشيل الحتة دي الشناوي كمان استقبل هذا الموسم هو لعب كم ماتش السنة دي الشناوي ليه بقول عليه لعب الموسم هو مش عشان بلعب في النادي الأهلي هو بقول عليه لأ هو لعب الموسم بالأرقام هو لعب 42 مباراة متقسمين ازاي 30 في الدوري 11 في دوري أبطال أفريقيا واحد في السوبر المصري يعني لعب 42 ماتش استقبلت شباكو أهداف 13 هدف 8 و 5 طب هو حافظ عن نظافة شباكو كام من 42 ماتش 74% 74% الشناوي بيخرج كلين شيت من ماتشاته 30 مباراة من أصل 42 مباراة 31 ماتش من أصل 42 اعتقد أن الرقم ده رقم مميز جدا مذهل مذهل طبعا يعني أنت بتخش أن الحارس مش هيدخل فيه أهداف ده عشان كده الشناوي هو لعب الموسم كمان أكتر حارس في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حافظ على نظافة شباكو 6 مباراة مفيش حارس وصل لستة كلين شيت في دوري أبطال أفريقيا الموسم ده ربنا يحميه ويحافظ عليه أكتر حاجة بتعجبني في الشناوي أنه عنده إصرار وحريص دايما على أنه هو يطور من مستوى يعني هو نمرة واحد في مصر من فترة طويلة جدا وبتهالي أي حد مع كامل الاحترام والتقديد طبعا كل الأسماء نجوم ومحترمين ومصر طول عمرها الحقيقة عندها دايما جول كيبرز على أعلى مستوى بس صعب قوي حد يلعب على الشناوي لكن رغم أنه بقاله نمرة واحد من فترة طويلة ويمكن من قبل كاس العالم في روسيا ورغم أنه أقدم مستويات مبهرة هناك لكن لما تيجي تقارن بين الشناوي في روسيا أو تقارن بين الشناوي النهاردة لأ الشناوي النهاردة في حتة تانية خالص والحقيقة الولد شغال على نفسه نتمنى الحقيقة نموذج نموذج للعب المنتمي واللعب المحترف هو كمان عنده شخصية النادي الأهلي وتأكيدا كلام حدك هو تطور السنادي في حاجتين مهمين جدا اللعب القدم اللعبه برجله تحضير الهجمة من تحت حتى شفنا أنه بيصنع هدف أسست في مبارات الجونة صنع فيها هدف والحاجة التانية التطور في ضربات الجزاء ممكن كان ممكن حرس يوصل بعد ماتش أرجوي دي العقلية ممكن واحد بعد ما يوصل للطب خلاص بقى أنا عملت مش هعمل حاجة تانية لكن دي عقلية لعب وشخصية النادي الأهلي متربي في النادي الأهلي شخصية محمد الشناوي أنه يتطور أكتر ويعلى أكتر اتطور في تحضير الهجمة واتطور في ضربات الجزاء وبسم الله ما شاء الله أعتقد أنه ما فيش لاعب رجل الموسم زي الشناوي سواء في النادي الأهلي أو بره النادي الأهلي في جملة واحدة دكتور أحمد مبارات الأهلي والوداد في عودة في عودة قبل نهاية أفريقيا مباراة صعبة مباراة صعبة طبعا وعلينا أنه ننسى الشوت الأول ونركز في الشوت الثاني ونلعب كأننا متعدلين سفر سفر وأنه نحن محتاجين هدف ولازم نسجل عشان نصعب المهمة على الوداد احنا قطعنا شوت طويل جدا قطعنا مشوار وموسم صعب جدا وأعتقد أنه ما كناش أبدا في السنين اللي فاتت قريبين من تحيي هدفنا زي ما كنا في اللحظة دي ما كناش في قمة مستوانا وفي أحسن حالاتنا وأنا كد نتفوق بشكل كبير عن كل المنافسين اللي وصلوا معنا لنفس المرحلة من دوري أبطال أفريقيا زي السيزن ده ينقصنا مزيد من الإصرار ينقصنا مزيد من التركيز ينقصنا بزل الجهد في الملعب لآخر ثانية وإن شاء الله قادرين على أن احنا نغني كلنا تعالوا نكسب أفريقيا